مساء الخير وسعادة على كل مشاهدينا النهاردة هتكون حلقة خاصة جدا 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 طبعا بسبب الكريسمس وكمان احتفلات نيو ييرز ودلوقتي هنبدأ بفقرتنا اللي انتوا عارفينها دايما ترانز اوف دو ويك ويكز يلفت انظار العالم ليدي جاجا بتحتفل بعد 11 سنة افاتار بيتصدر التراند عالميا ويلا بينا نعرف كل التفاصيل مباراة نهائي كاس العالم بين الارجنتين وفرنسا اتصدرت طبعا التراند وده بعد الاداء الكبير جدا من لعبية الفرقتين واكتر لقطات اتصدرت التراند كانت تتويج الارجنتين بالبطولة او بمعنى اصح تتويج ليونيل ميسي بالبطولة اللي بقاله سنين طويلة بيحاول يفوز بيها عشان تكون افضل ختام لمشواره الدولي في كرة القدم معروف طبعا ان ميسي عمره دلوقتي 35 سنة يعني بطول الكاس العالم اللي جاية واللي هتتلاعب سنة 2026 هيكون عنده 39 سنة وعشان كده البطولة دي بتعتبر البطولة الاخيرة ليه على جانب تاني خالص اتصدر نجم الرب المصري وجز التراند محليا وعالميا وده بعد اختياره لتقديم اغنية ختام كاس العالم الاغنية قدرت انها تحقق ملايين المشاهدات من ساعة طرحها الحد دلوقتي وكمان وجز نفسه اتصدر التراند وده لانه بالاختيار بقى اول مطرب عربي وافريقي يتم اختياره لتقديم حفل ختام كاس العالم على مدار التاريخ وكان من اكتر الصور اللي انتشرت على السوشيال ميديا صور اعلان الاغنية واللي تم عرضها في تايم سكوير بامريكا اغنية المطربة العالمية ليدي جاية بلادي ماري اتصدرت التراند عالميا انه هي الرأسة الخاصة بيها واللي اشتهرت من خلال مسلسل وانس دي واللي قامت ببطولته والممثلة الشابة جاني ارتيجا الجميل في القصة ان المسلسل قدر انه يحقق اكتر من مليار ساعة مشاهدة من عرضه الشهر اللي فات عشان يحقق رقم قياسي عالمي مش بس كده ده المسلسل كمان اعاد احياء اغنية ليدي جاية الشهيرة بعد 11 سنة من صدرها شفنا كمان النجمة العالمية ليدي جاية بتحتفل بالنجاح ده بانها نشرت الاغنية مع الرأسة الخاصة بالمسلسل واللي قدتها الفنانة جانا أورتيجا وبقت تراند عالميا عشان تشارك ملايين المتابعين حول العالم واللي قلدوا الرأسة فيه فيديوز على السوشيل ميديا تخيلوا يا جماعة انه عدى 13 سنة بحالهم على عرض اول جزء من اجزاء فيلم افاتار واللي قدر وقت صدوره انه يقصر الدونيا ويتصدر كل الاخبار ووقتها طبعا ما كانش لسه فيه تراند لكن الايام دي قدر الفيلم انه يتصدر التراند عالميا وده بعد ما تم عرض الجزء التاني منه خلال الاسبوع ده وطبعا قصة الفيلم بتدور برضو حوالين العالم المثالي الخالي من الحجد والشر وكل البشر بيحلموا بيه طبعا ونفسه من هما يعيشوا جواه وبالرغم من ان الفيلم صدر الاسبوع اللي فات الا ان كل تقييمات الفيلم كانت عالية جدا وحصل على تقييم اكتر من 80% تقييمات ايجابية من اللي تفرجوا عليه الفيلم من انتاج ريزني وبتدور احداثه بعد مرور عشر سنين على احداث الجزء الاول ويتناول حياة الابطال بعد الجواز وبعد ما بقى عندهم اطفال لازم يحموهم طبعا من كل التهديدات الجديدة اللي بتهدد حياتهم المثالي وبكده نكون خلصنا فقر التراند اف دو ويك تعالوا نروح نشوف اخبار البوكس اوفيس الامريكية ونرجع نكمل بقية فقراتنا